ادم اخطأ حواء اخطأت وخلينا تعرف ممكن انا اقتبس الاية لبين روميا رسالة بولس الرسول الاهل روميا الاصحاح الخامس اية اطنعش مكتوب من اجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس شو بك يعني الفكرة اذ اخطأ الجميع اذ اخطأ الجميع في اية 17 لانه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولى كثيرا الذين ينالون فايد النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح فاذا كما بخطية واحدة صار الحكم الى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة الى جميع الناس لتبرير الحياة لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطى هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ابرارا فاذا شو بنستنتج من هذه الايات اللي قرأت على مسامع احباء المشاهدين جسيس نظار الرومية 5 وحضرتك بدأت من الاية 12 هنا بيؤكد لنا حشتين هو بيقارن بين شخصيتين وبيقارن بين حدثين بيقارن بين شخصيت ادم الاول وبيقارن بين ادم الاخير المسيح والحدثين حدث الموت وحدث الحياة فادم الاول بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت يبقى هنا وده تأكيد للكلام اللي جاله الكتاب المقدس في سفر التكوين اصحح اتنين لما الله اداله الوصية وقال له يوم تأكل منها موتا تموت يبقى دخلت الخطية ونتيجة دخول الخطية الموت والموت هنا كان انفصال ادم عن الله طرد ادم من وجه الله ما فيش شركة صارت بين الله وبين الله لان الله القدوس لا يمكن ان يجتمع معا مع القاطي